السلام عليكم إن شاء الله تكونوا بخير ويلقاكم في الفيديو التاعي فئة مستحاتي والعافية إن شاء الله رجعت لكم غاليتي بهذا الفيديو جبت لكم فيها وصفة بيت زاكاري راح نعطيكم هذا الوصفة يعني خبوها في عينيكم وحضروها في الشهر الفضيل رايحين تنبهروا بالنتيجة تحت جيكم قرف بننا عندها واحد القوام مقرمش والبنة ما عندي ما نحكي لكم رايح نضيف له واحد المكون سري يعني واحد الإضافة اللي رايحة تعطيها هذيك القرمشة وفيها هذيك البنة تعزمان نقولوا بسم الله ونبدو في مقادير الوصفة وكيفية التحضير أول حاجة هنا غاليتي رايحين نحضروا لأساس طومات هنا في مرمي طادرت ربعة حبات طماطن كنت قصيتهم بشكل عشوائي اضافت لهم هنا نصف كاس تعل زيت كاساتي طبعا تعل زيت ماذا بكم غاليتي تخيروا الطماطم اللي تكون حمراء يعني بش حكذا لأصوص طماطعكم تجيكم اللون هذك الأحمر الجميل هنا اضافت لها نصف ملعقة كبيرة تعل طماطم المصبرة عندي هنا وحدة تعل بصل يعني انا عندي الهنا البصل هذك الطويل إذا كنتوا رايحين تتخدموا طماء اللي عفوا البصل هذك اللي جمدور ديروا غير حبة صغيرة فقط هنا كذلك نقطعوها بشكل عشوائي من بعد رانا رايحين انميكسي ولا صوص طماط يعني تخرج رطبة ما فيها حتى شوائب يعني فقط قطعوهم بشكل عشوائي من بعد رانا رايحين انميكسي وها هنا اضافت حوالي ملعقة صغيرة تعثوم اه طبعا هنيا مرحي نجيو هنيا عندي الفلفل هذا يعني الفلفل احمر هذا تعل القرون هذا اللي يجي يابس انا اضافت هنيا غير شوية واللي عندها الحمار يعني الضيفي ولا العكري ولا البابريكا نقول لك ضيفي كمية منه انا كان مهوش متواجد معي ولكن بالعادة يكون كاين نستخدموه هنا اضافت كمية من الملح تقعد على حسب الرغبة ونضيفو هنيا كمية من الفلفل الاسويت حوالي نصف ملعقة صغيرة كذلك الكسبر هنيا اللي عندها الزعتر رحل يعني الزعتر هذك اللي يجي يابس رايحين نضيفوه من نول انو يضيف بنكه ها بزيف ها بزيف هيلة اللاسسطومات نضيوها للنار ونخليوها نقفلو عليها ونخليوها طيب من بعد في الأخر رايحين انميكسيوها وتكون جاهزة نرحو غالياتي باش نحضروا لابات بيزا هنيا في ريسيبيون عندي كاس على الحلي بيكون دافي عندي كذلك كاس على الماء بنسبة للحجم تاع الكاس مئتين وعشرين ميلي ونضيفو كذلك اثنين ملاعق كبيرة من السكر واثنين ملاعق كبيرة من الخميرة الخبز نصف كاس من الزيت النباتي كيف كيف نفس الكاس يعني اللي كي يلتو به تكمله به نجيبوه هنا يلفوين خلطوا جيدا المكونات من بعد رايحين غالياتي هنا ينضيفو هذا المكونا السري او الإضافة يعني اللي رايحة تعطيكم هذه القرمشة والبنة يعني اللي ناكلوها يعني في البيتزا كاري التع بكري يعني تجيب ما شاء الله ولي هي أربع ملاعق كبيرة تع السميد ستقوني غالياتي هذا الإضافة يعني جربوها وعلى ضمانتي تعطيكم وحد القرمشة ووحد البنة ما عندي ما نحكي لكم نضيفو كذلك نسف ملاعقات تع الملح بالنسبة للملح تقعد على حسب الرغبة من عند خلط جيدا بالفوي ونقعد نضيف الفارينة بالتدريج هنا يا رايحة نضيفو كيس من الخمير الكيميائية وزن الكيس 10 جرام بالنسبة لالدورته هذا الخمير الحلويات رايحة تعطي واحد لهاشاشة للبيتزا وكذلك تعطيها هذيك البنة نخلطوه جيدا تحبو تخلطو بالفوي ولا ملعقة يعني كيما تحبو من بعد كي نشوف القوامت على لابات يعني بداي يثقال نبدأ نضيف الفارينة وتقعدوا تطموا في لابات تاعكم حتى انت تتحصلوا على عجينات تكون قطرية من بعد هنا يا بعد ما طميت لابات تاعي حاطيتها في سطح سطح العمل شوفوا يعني القوامت تعنا نقعد ان تعجنوا لابات تاعكم حوالي زوش قايق يعني ما تكثروش هذا كدليك فقط نضيفه غرب شوية تاع الفارينة حتى نتأكدوا باللي ما ولدش تلسق بالصح في نفس الوقت تكون القوامت حيكون طري حاول تدلقوها غرب وخفيف كيما راكم تشوفو يعني ما فيها لا تعب ولا عجن لمدة طويلة ولا حتى شي فقط نقعدوا نلموا فيها وندخلوا فيها يدينا حوالي غير طريقة ولا تقيقتين وتكون جاهزة نجيو هنيا غاليتي بعد ما تلمت لابات تشوفو يعني السطح تحكفش يكون املس اقسمته هنيا على اثنين بعد نحطهم في بلاتون ندهن البلاتو هذك بالزيت هكا بش ما تلثقش ونغطيهم بساشي ونخليهم يختمر وشوفو هنيا لابات تراها خفيفة يعني هنيا تعرفوا اللابات تحكم باللي راح تكون ناش حكي تكون تتحصلوا على هذ القوام اللي يكون طري وخفيفة راح نحط انا اللي هنيا كل واحدة في بلاتون نغطيهم بساشي ونخليهم يختمر وحد ثانية الضاعف الحجم التحهم في هذا الوقت كانت لاسو سطمات يعني طابت نميكسيها هكذا بش نستخدمها من بعد في هذا الوقت كانت لابات التعنارها اختمرت شوفوهن هنا الضاعف الحجم التحها نجيو هنيا في سطح العمل نرشو شوية على الفارينة ونحطوا هذك العجينة ونحاولوا انو نطرحوها بالحلال بالنسبة للسمك التحها يعني حوالي نصف سنتيمتر حاولوا يعني هنيا يترقوها شويوم تخليوها شخشينة انا بالنسبة لهذا البيتزا يعني اذا درتوا الحجم التحهم يعني الصغير تقدروا تديروا حتى ثلاثان البلاتو تاعي شوفوا بليرها البلاتو تاعي جي طويل يعني هنا يكن تقسمتهم على ثنين انتم اكل واحدة والحجم التحها تقدروا تديروا ثنين تقدروا تديروا حتى ثلاثة ولا ربعة على حساب الحجم التحها نجيو هنيا بفرشيطة ان نثقبوها بهذا الشكل يعني راكم تشوفوا بالليل الكيفية هذي جد سهلا ما فيها حتى تعقيدات والنتيجة تعطيكم نتيجة ولا اربع نجيبوا هنيا الاساس طمات بعد ما كنت ميكسيتها شوفوا اللون التحها يعني جا حمر ما شاء الله نوزحها كامل على البيتزا تعنا كما راكم تشوفوا من بعد هنيا نزيينها بديت رونش تعال الفلفل بنسبل هذي الفلفل اللي راه هو الفلفل الحار ولكن ما هو حار ما والو يعني غرب الاسم فقط ما هوش حار كيف كيف ندير هنيا نزيينها بالله حبيبات تعالى الزيتون الاسود ندخلها للفرن نحطها في الرفل اللي في الواسط قبل ما تدخلوها لازم تكونوا سخنتوا الفرن تاعكم يكون مليح لانه لازم لها درجة حرارة عالية دخلوها طيب وها ملتحت وزيدوا تشعلوا عليها من فوق وهي ليكم هنيا بعد ما خرجتها وهي سخونة جبت الفخوماج رابي النوعية اللي نستخدمها هي نابولي وهي سخونة رابيت لها هذاك الفخوماج يعني رايحن بعد يذوب في هذيك السخانة اللي فيها كيف كيف درت البيض مش رشم هنا يطلعت مايوناز بالنسبة للغالياتي اذا بغيتوا الوصفة تاع المايوناز كنت حطيتها في القناة بحثوا فقط تاعليها رايح لتخرج لكم رايحني درت لكم انواع الماي ناز درت لكم ليب البيض والليب لا بيض انتو ماجوا كل واحدة وتجرب اللي تناسبها الهناية اللي عندهم طون تاع الزيت تقدروا زين وكذلك بالطونة يعني انا عطيت لكم لا باز تحى انا كنت درتها غير سامبل ولكن البنة تحاجة ما شاء الله يعني سبحان الله تحصلت على هذيك البيضا يعني اللي فيها البنة هذيك تعبكري نتمنى غالياتي تجربوها وتشاركوني بقى رأيكم في التعليقات لانه اكيد رايحة تعجبكم وتنال رضاكم حضروها غالياتي في الشهر الفضيل انه بزف يبغيوا البيضا في الشهر الفضيل انا نحب نبيرها في رمضان الى هنا غالياتي نبقيكم على خير ما تنسوش تدعموني بلي جام ولي كومنت اغتعكم لحلوين كيمانتو ما بارتاجوا الوصفة مع الاهل والاصدقاء لتعم الفائدة وانتظروني في وصفات قادمة ان شاء الله دمتم اوفياء وسلام اشتركوا في القناة